قاعد اسمع ان في ناس وايد اللي يكونوا مثلا نمتان او وزنهم زايد ان يقولون لهم لا تلعبون حديد لعبوا بس فقط اللي هو تمارين لترادمل مشي او مثلا قاري نزلوا من وزنكم بعدين ديشو حديد طبعا الكلام هذا غير صحيح وهما بذكر لكم دراسة تثبت الشي دراسة قسموا ثلاث مجموعات من الناس زايدين الوزن مجموعة العبت كارديو مع حديد ومجموعة الثانية كارديو بس ومجموعة الثالثة العبت حديد مثل اللي هو سيركت ترينينج على الكروسفت تتوقعون شنو لاحظوا لاحظوا ان الناس اللي العبوا حديد فقط اللي هي تمارين السيركت وغيرها اخسروا 19% ضعف الناس اللي كانوا يلعبون بس كارديو بالنسبة لدهون الداخلية اللي هي الفيسر الفات وايضا اخسروا ضعف ونص كمية الدهون اللي هي متراكمة بالجسم بالجلد اكثر من الناس يلعبون الكارديو بس لذلك اذا تبي تعدل من شكل جسمك تبي تغير من شكل جسمك لازم تلعب حديد وهم انت بتنزل من وزنك وبتنسق جسمك وصحتك محتاج انك تلعب حديد او تمارين مقاومة انت بتعرف اكثر تابعني اشتركوا في القناة